السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أختي أريد أن تعيش ألفين سنة صيام وقيام بل خمسة آلاف سنة صيام وقيام بل عشرة آلاف سنة صيام وقيام فاسمعوا لهذا الحديث وبخاصهم يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واختسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغب كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها والحديث صحيح رواه أحمد والترميدي وابن ماجا والنسائي وابن حبان وصححه الألباني وقال أهل العلم لم نسمح حديثا أكثر أجم لهذا الحديث وتفسير من غسل يوم الجمعة واختسل قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه من غسل يوم الجمعة واختسل أي غسل نظف جسمه جمه اختسر كالغسل الأكبر من الجنابة وقال الشيخ العثيمين في تفسير من غسل يوم الجمعة جمه اختسر رحمة الله عليه أي غسل كالغسل الأكبر يوم الجمعة ثم أمر زوجته حتى هي بالغسل الأكبر حتى هي يوم الجمعة وبكر وابتكر أي خرج باكرا وماشى ولم يركب ودنى أي قرب من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها فتخير يا عبدالله لو طبقت هذا الحديث وذهبت ألفين خطوة أم خمسة آلاف خطوة فخمسة آلاف سنة صيام وقيام ستكتب في ميزة الحسناتك يوم القيام وتخيل لو رجعت كذلك مشياً خمسة آلاف أخرى بل أصبح العدد عشرة آلاف سنة صيام وقيام وتخيل يا عبدالله الأكثر في ذلك لو نشرته بين الناس نشرته عبر الواتساب أم عبر اليوتيوب أم بين الناس فكم لك من الأجر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من θα علم شيئاً وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع من إلا من ثلات ومن بينهم علم ينتفع به فانشروا هذا الحديث يا أيها والإخوة الكرام كل يوم الجمعة يكون لك أجر كل من طبقه وكل من عمل به فتخيل لي وعمله أناس آخرون وأنت تتزود وأنت لا تدري وتخيل لو كنت في قبرك وانقطعت عن الدنيا وملداتها وحيل بينهم وبين ما يشهون أي العمر الصالح فانشروا هذا الحديث وهو من أعظم الأحاديث وأسأل الله عز وجل أن من نشره أن يفرج الله همه وأن يخضي يدينا وأن يغفر دنبه وأن يرزقه الله الفردوسل على مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقه وبهذا الحديث يكون كذلك في ميزان حسنة والدك إذا نشرته فالولد من حسنة أبيه فتزودوا يا أيها والإخوة الكرام وخير الزاد التقوى ولا تفرطوا في هذا الحديث واعملوا به وأسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته